وصل مئات المهاجرين الذين تم انتشالهم من عرض البحر المتوسط إلى مرفأ تراباني في جزيرة سيقلية الإيطالية بالإضافة إلى 17 جثة عثر عليها في البحر فرق الإنقاذ الأوروبي انتشلت الخميس نحو 1100 مهاجر غير شرعي كانوا على قوارب مطاطية وزوارق صيد بين الشواطئ الليبية وجنوب سيقلية شارك في الإنقاذ سفن تابعة للبحرية الإيطالية وللأسطول البريطاني والبحرية الإيرلندية ولمنظمات غير حكومية وذلك في إطار عمليات أوروبية متواصلة في البحر المتوسط لانتشال المهاجرين ومكافحة الهجرة غير الشرعية المئات من الأشخاص قتلوا أو فقدوا خلال رحلة الموت في السنتين الماضيتين الأربعاء تم العثور على جوسف 22 مهاجرا كانوا في مركب دائه وسط البحر